يا صباح الورد بالياسمين على احنا متابعين ما بيكمل الصباح إلا بفنجان جهوة لحتى ناخد الطاقة الإيجابية ونبلش بالفيديو فيديو اليوم اتسوق بقيمة 20 دولار بمشاركة مع المطبخ العراقي وشو ممكن نعمل بالعشرين دولار بالأردن وعندها بالعراق وشو ممكن نوفر منهم إذا قدرنا نوفر قبل ما نبلش خليني أحكي لكم العشرين دولار كم تساوي بالدينار الأردني تساوي 14 دينار أردني وبالنسبة للمشتريات أنا بدي أخذ احتياج اليومي لوجبة الفطور والغدا بدون العشاء أول شغلة أخذتها هي جبني شرائح فيها 6 قطع سعرها 65 قرش مع يعادل 92 سنت وأخذت كمان ولبتين عصير للفطور والغدا سعر العلب الواحدة 79 قرش مع يعادل دولار 1.11 سنت وأخذت كمان بيض العلب الكبيرة لأنه مو متوفر العلب الصغيرة تلع سعرها دينار 2.79 قرش مع يعادل 3.94 سنت ولوجبة الغدا أخذت دجاجة وزنها 200 جرام سعرها 3 دينار وعشرين قرش مع يعادل 4.51 سنت وبقسم الخضار أخذت 1 كيلو بندورة 25 قرش مع يعادل 35 سنت كيلو خيار 19 قرش مع يعادل 27 سنت وكمان بصل 29 قرش مع يعادل 41 سنت وبطاطا 39 قرش مع يعادل 55 سنت وكمان في الفررومي ثلاث حبات محبة ثوم طلع سعرهم 46 قرش مع يعادل 65 سنت وبالنسبة للأرز ما كان متوفر وزن كيلو اضطريت أخذه من محل ثاني كان سعر الكيلو دينار 59 قرش مع يعادل 2.24 سنت وهيك بعد ما جهزنا جميع المشتريات كمان بدي أحكي لكم أنه أنا جبت كيلو خبز طلع سعرها 50 قرش مع يعادل 71 سنت وحبي أحكي لكم أنا كم صرفت من العشرين دولار أنا صرفت 8 دينار و76 قرش مع يعادل 12 دولار و36 سنت يعني وفرت 5 دينار و24 قرش مع يعادل 7 دولار و39 سنت هون بلشت حضر الفطور أعملت فطور لشخصين لأنه أطفالي كانوا بالمدرسة وبالنسبة للجبنة حسبت سعرها كامل والبيض حسبت سعره 6 حبات لأنه كان بدي العلبة الصغيرة ما كان متوفر الطريد أخذ العلبة الكبيرة 30 حبة فطور خفيف وصحي وغير مكلف مع شرحات من الخيار والبندورة وبالنسبة لوجبة الغداء أنا هون بدي أعمل مدفون الدشاج بتنجرة وضعت شرحات من البندورة والفلفل اللي ملون وحبات البصل والبطاطا وبعد هيك بضيف التوابل للخضار هي عبارة عن ملعقة صغيرة بابركة حلوة وملعقة صغيرة فلفل أحمر حار وملعقة صغيرة زنجبيل باودر وبالنسبة للتوابل والزيد اتفقنا أنا والمطبخ العراقي أنه ما بنا نحسبهم من ضمن العشرين دولار لأنه موجودين بكل بيت على طول وأكيد ملعقة صغيرة فلفل أسود وبهاي المرحلة أنا هون نظفت الدجاجة وقطعتها إلى نصفين بدي أضيفها وبالنسبة لبهارات الدجاج اضفت ملعقة صغيرة بابركة حلوة وملعقة صغيرة فلفل أحمر حار وملعقة صغيرة زنجبيل باودر وملعقة صغيرة فلفل أسود وبعد ما تبلت الدجاج جرحتها بالسكين وبعد هيك بدي أضيف قطع من الثوم بداخلها بتعطيها نكهة كثير طيبة ومميزة بعد هيك منغطع طنجرة ومنرفحها على الغاز على نار هادية بدون إضافة أي سوائل تقريباً تاخد من ساعة لساعة ونصف بمجرد ما استوى معنا الدجاج ولاحظنا أنه نزلت كمية من السوائل من الخضار بتكون استوت معنا وبهاي المرحلة منكون ناقعين الأرز أنا استعملت أربع أكواب من الأرز حبة طويلة نقعته وغسلته كثير منيح بمجرد ما استوت معنا منضيف الأرز منضيف الملح والزات ونسيت أحكي لكم كمان أنا هون قبل ما أرفح على الغاز ضفت عود من القرفة حبتين ورق غار وحبتين لومي بتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم ومنه كمان بنوخد فكرة عن الأسعار بغير الدول ويا ريد تروحوا لعند المطبخ العراقي لنشوف شو عملت بالفيديو وشلونه تصرفت بالعشرين دولار وحابة أحكي لكم أن المطبخ العراقي من أفضل القنوات اللي أنا بحب أثابحها بتعمل أطيب وصفات عراقية وهيك مدفون الدجاج صار جاهز معنا من أطيب الوصفات وأسهل الطبخات ما بياخد لا وقت ولا جهد وبآخر الفيديو إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير وأكيد سبسكرايب بشوفكم بفيديو جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر